بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلالة طيبين الطاهرين أنا دكتور محمد أبو الطيب ألتقيكم في محاضرة جديدة من برنامج Solar PV Diploma ضمن برنامج Renable Energy Training Program محاضرة هذا اليوم عن موضوع أساسي يجب على كل المشتغلين بموضوع طاقة الالواحي الشمسية فهمه وفهم تفاصيله بشكل واضح ودقيق لأن موضوع هندسة الإشعاع الشمسي يرتب طريقة نصب الالواحي الشمسية واتجاهاتها وزواياها بشكل الذي يضمن أقصى تاجيرها وأنا نفسي شهد حالات كثيرة لنصب منظومات شمسية بزوايا توجيه مختلفة وغير مناسبة على الرغم من أن من قام بعمية التصميم وعداد الحسابات من المتمرسين في هذا الموضوع أمامكم محتويات هذه المحاضرة الناظر للشمس في قبة السماء يدرك أن مواضع الشمس فيها متغيرة على الدواء متغيرة بحسب المكان ومتغيرة في نفس المكان بحسب الساعة من اليوم واليوم من السنة وفي أي موسم هو من مواسم السنة وعلى مصممي المنبومات الشمسية إدراك هذه التغييرات وحدودها القصوة يتم تحديد جومة الإشعاع الشمسي من تحديد كميات خمسة أو خمس عوامل أول هذه العوامل التي تحدث شدة إشعاع الشمسي المتوقع في أي موقع من الموقع على سطح الأرض هو اللاتيتيود أو زاوية خط العرض وهي الزاوية التي يصنعها الخط الواصل إلى مركز الأرض من النقطة التي يقف فيها الناظر للشمس مع مستوى خط الاستواء وطبعا ستكون قيمة اللاتيتيود لخط الاستواء هي صفر وقيمة اللاتيتيود لنقطة القطو الشمالي هي تسعين نورث بينما ستكون لنقطة القطو الجنوبي هي تسعين ساوث العامل الثاني هو خط الطول لونجتيود هو المسافة شرقاً أو غرباً عن خط غرينيش حيث تم تقسيم المسافة شرقاً إلى 180 درجة وغرباً إلى 180 درجة أيضاً وبذلك يكون قد قسمنا محيط الأرض إلى 360 درجة العامل الثالث هو الأول أنجل هو تحبير يصف الفرق بين الوقت المحلي Local Solar Time ووقت الظاهرة وهي تمثل القياس الزاوي للزمن لذلك تقاس بالدرجات ويتم قياس الوقت فيها نسبة إلى وقت الظاهرة فقيمتها موجب قبل ساعة الظاهرة وقيمتها سالبة بعد الظهر وتساوي صفر عند الظهر وقيمتها تساوي 15 درجة لكل ساعة من ساعات النهر العامل الرابع هو Solar Path المسار الشمسي وهو تعبير عن المسار الظاهري للشمس في قبة السماء ونحن نقوط ظاهري لأنه المعروف أن الأرض هي التي تدور فعلاً حول الشمس أما أهم الأمور التي يجب حسابها بدقة هو اختلاف المسار الظاهري للشمس في قبة السماء بحسب المواسم فمسارها في الصيف غير مسارها في الشتاء في الشيكة العليسار ترون المسار الظاهري للشمس في موسم الشتاء في إحدى المواقع طبعاً قيم الزوايا التي ترونها تعتمد على المكان ويمكن أن تكون بأي قيمة أخرى إذا غيرنا الموقع لموقع آخر مسار الشمس هنا أوطأ في قبة السماء وفروق الزوايا بين الشرق والغرب ستكون أقل من 180 درجة بينما على اليمين ترون شكل المسار الظاهري لنفس الموقع ولكن في فصل الصيف نرى هنا أن الشمس ستكون في زاوية أو في ارتفاع أعلى في قبة السماء مما رأيناه سابقاً وأن الفرق بين زوايا الشروق والغروب سيكون أكثر من 180 درجة من المهام الأولى لأي عملية تصميم منظومة شمسية تحديد زوايا ارتفاع الشمس في الصيف والشتاء وكذلك زوايا الشروق والغروب لها في كل الموسمة الآمل الخامس هو Sun Position تحديد موقع الشمس في قبة السماء يتم من خلال مجموعة من الزوايا التي يجب مرعاة قيمها بشكل دقيق وهناك شراء الزوايا أحب أن أعرض لها هنا هي Altitude Angle الزاوية التي يصنعها الخط الواصل للشمس مع مستوي الأرض والزاوية الثانية للأزمة Angle الزاوية بين مسقط الخط الواصل بين الشمس وموقع الناظر لها مع اتجاه الساوث الجنوب بالنسبة لأننا نصف الكرة الشمالي والزاوية الثالثة هي سنيث Angle وهي الزاوية بين خط الواصل للشمس من نقطة الناظر لها مع العمود على مستوى الأرض في تلك النقطة ترون أمامكم شكل يمثل الزوايا الثلاثة أما الجوماتري للألواح الشمسية فيتم تحديده بثلاثة زوايا مهمة للغاية أولها هي الأزمة Angle وهي الزاوية التي يصنعها اللوح مع اتجاه جنوب الأرض في نصف الكرة الشمالي في وقت الظاهرة تكون الشمس في تجاه الجنوب تماما وفي أغلب الأحياني تم توجيه الألواح نحو الجنوب بحيث تكون زاوية الأزمة Angle لها مساوية صفر طبعا هذا في نصف الكرة الشمالي في نصف الكرة الجنوبي للأمر معكوس ترون أمامكم حالة ثلاثة ألواح منصوبة في نصف الكرة الشمال الشكل الأوسط يرينا اللوح منصوب في مواجهة الجنوب تماما لذلك فإن الأزمة Angle له صفر أما في يسار الشكل فنرى لوح قد تم حرفه عن اتجاه الجنوب بالزاوية مقدارها 20 درجة باتجاه الشرق والشكل على اليسار هو للوح شمسي منصوب اتجاه منحرف عن الجنوب بزاوية 20 درجة نحو القرب لكي تنظروا لأهمية الأزمة Angle أمامكم شكل يوضح الخسارات التي تحدث عندما ننصب اللوح بزاوية أزمة مختلفة ولكن أولا لاحظوا أن التوجيه هنا باتجاه الشمال النورث وليس الجنوب أي أن المكان الذي تم إجراء الحسابات فيه كان في نصف الكرة الجنوب ولم أجد نظيرا لهذا الشكل في نصف الكرة الشمالي فسأرضه هنا كمثال على الخسارات وإن كنا نتوقع سلوك مشابه له لو تم حرف اللوح بزاوية مختلفة في نصف الكرة الشمالي المنطقة الخضراء التي ترونها هي المنطقة المطلة لنصف اللوح إذ سنحصل على 99.9% من الإنتاج الأقصى المتوقع للطاقة كلما ننحرف في مينا أو يسارا سنخسر طاقة أكثر فإذا ما تم توجيهه نحو الشرق أو الغرب فيمكن أن نحصل فقط على 90% من الإنتاج وسيتدهور الإنتاج أكثر مع زيادة التوجيه نحو الشرق أو الغرب الزاوية الثانية هي الأتيتتود أنجل والتي تسمى أحيانا بالليفيشن أنجل هي الزاوية التي ترونها أمامكم الزاوية المحصورة بين الخط الواصل بين الشمس وموقع الناظر لها مع بستوى الأرض طبعا ستكون خلق قيمة لهذه الزاوية في فصل الشتاء 21 ديسمبر وستكون أكبر قيمة لها في فصل الصيف في 21 حزيران أو جوم وبين هاتين القيمتين تقع قيمة باقي الزاوية لباقي وقات السنة أما الزاوية الثالثة هنا فهي تلت إنجل وهي الزاوية اللوحة التي يصنعها عند نصبه في موقع ما مع الأفق تتغير كثيرا قيم هذه الزاوية بحسب تطلبات التصميم وظروف المكان الذي تنصف فيه المنظوم القاعدة الذهبية أو القرد الرول في اختيار قيم هذه الزاوية أن تكون مساوية لخط عرض منطقة نصب المنظوم وأن تضاف لها وتطرح منها قيمة معينة بحسب الموسم من السنة صيف أو شتاء مثلا يضاف لها 15 درجة عند الشتاء بسبب انخفاض زاوية الشمس في قبة السماء ويطرح منها 15 درجة عند الصيف لأن الشمس تكون في أعلى موقع لها في قبة السماء عند الظاهرة وذلك الحصول على أقصى انتاجية للواحة المنصوبة عند هذه القيم ولكن الواقع الفعلي قد يفرض بعض التعديلات على تلك القيم فمثلا مدينة بغداد تقع على خط أرض 33.3 ولكن الزاوية المطلة التي يمكن نحصل عليها ببعض الحسابات 30 درجة أو بقربها بحسب طريقة التقريب المتبع كذلك يمكن أن تكون قيمة 15 درجة التي نضيفها أو نطرحها غير دقيق فيمكن استخدام أرقام أخرى غيرها وبالإمكان اختبار أي قيمة تعطينا أفضل إنتاج ولكن النصيحة هنا وفي قناتي على اليوتيوب هناك شرح مفصل لذلك يمكنكم المطلع علي وكذلك يمكن استخدام برنامج BVS6 للحصول على أفضل أو أمثل قيم لهذه الزاوية ويظر هذا الشكل هاتين الزاويتين معا التلت عنقو زاوية ميل اللوح عند الأفق والأزمث وهي زاوية الانحراف عن الجنوب وهذا الشكل المهم يعرض للطاقة المنتجة من الواحي الشمسية المنصوبة في أحد الأماكن مع خيارات الأزمث أنقل والتلت أنقل له يمكن أن تروا هنا أن أكبر إنتاجية تتحقق عندما تكون قيمة الأزمث أنقل هي صفر وزاوية التلت ما بين 30 إلى 40 درج وسستزداد سوءا كلما ابتعدت قيمة التلت أنقل عن القيمة المطلعة له فيمكن أن نرى أن الإنتاجية تصبح 72% وقيمة التلت الأصلية إذا ما أصبحت التلت أنقل بين زاويتين 70 و 80 درجة شرقا أو غربا وقيمة الأزمث هنا 45 درجة وهذا الشكل أمانكم من إشكال التي يمكن أن نراها في الإنترنت كثيرا وهو هنا للتعبير أن تغير قيم الإنتاجية مع تغير زوايا التلت والأزمث ولكن بتمثيل ثلاثي الأبعاد فهي 100% عند زاوية أزمث تساوية صفر والطلت محددة وهي تنخفض باستمرار وبزيادة كلما زادت زوايا نصب اللوح الشمس الحراف عن تلك القيمتين هناك أدت طرق لحساب الزوايا الأمثل أو الأوبتيموم لنصب الألواح في منطقة الماء أولها أن يتم جراء الحسابات بشكل يدوي وهناك أمثلة كثيرة على ذلك هذه أمامكم أحد البحوث المنشورة وهناك بعوث كثيرة أخرى منشورة في مواقع الأخرى وسأعرض لكم في نهاية المحاضرة لأحدى محاضراتي التي أعرضت فيها طريقة حساب هذه الزوايا وهناك مواقع أيضا كثيرة في الإنترنت تقوم بحسابات أونلاين لقيم هذه الزوايا بناء على موقع نصب المنظومة وهذه أحدى المواقع أمامكم والرابط لها مذكور أسفل الصورة وهناك برامجات حسوبية كثيرة تقوم بحساب القيم المطلة لهذه الزوايا ضمن عمليات حساب الإنتاجية المتوقعة للواحة المنصوبة في منطقة ما من أهم وأجمل هذه البرامج هو الـ PVSS وترون أمامكم في الجزء الأعلى قيمتي زاويتين الثلط والأزمث بينما في الجزء الأسفل قيمة الإنتاجية السنوية المتلى المتوقعة بناء على قيمتي الزاويتين المختارتين أعلى ويمكن اختيار الزوايا هنا على أساس ثلاثة اعتبارات الأول أن تكون عملية الابتمازيشن للطاقة المنتجة على أساس السنة أي الإنتاجية السنوية الكلي ويمكن أن تكون ابتمازيشن على أساس الإنتاج في فصل الصيف أو في فصل الشتاء ويمكن أن تروا الكثير من البحوث التي تدرس أفضل الزوايا لمدن كثيرة في دول العالم ويمكن تجاوز كل تحديد الزوايا ومحدودية الإنتاج عند اختيار قيم معينة وذلك باستخدام منظومة تطبق تحرك الألواح الشمسية باتجاه الشمس ومحركة قرص الشمس ويمكن أن تكون منظومة تطبق هذه ببعد واحد أو ببعدين التي يمكن أن تزيد نسبة الإنتاج بشكل محسوس ومفيد نأتي الآن لموضوع آخر مواضيع جومة الإشعاع الشمسي وهو وصف المسار الشمسي الظاهري في السماء بين الشرق والغرب المسألة الأولى التي يجب علينا معرفتها هنا هي المسارات الحقيقية الظاهرية للشمس وتحديد كيفية استخدامها في إجراء الحسابات التصميمية للمنظومة الشمسية الخطوة الأولى ستكون بتحديد المسارين الأساسيين المسار الصيفي في 21 جون أو حزيران والمسار الشتوي في 21 كانون الأول أو ديسمبر وطبعا سيلحق ذلك تحديد زوايا الشرق والغروب التي يصنعها كل مسار مع الأفق الخطوة الثانية مهمة هنا هي تحديد ساعات النهار وموقع على المسارين ترون أمامكم منطقة المحتة بالأحمر وهي ساعات الإنتاج الفعلي المؤثر بعد ذلك يتم تحديد المسارات لباقي الأشهر وأسقاطها وأسقاطها على هذين المسارين وأمامكم حساب البرنامج PVS للمسارات الظاهرية للشمس في موقع محدد والتي سيتم على أساسها حساب إنتاجة الألواح في هذه المنطقة وهذا مثال آخر يعرض لإنتاجها المحسوبة على أساس المسارات الشمسية الظاهرية أمامكم قسم المحاضرات في قناتي للطاقة المتجددة والتي يمكن الاستفادة منها في موضوع Geometry of Solar Radiation أولها محاضرة رقم 97 وأعرض فيها كيفية حساب مسارات الشمس الظاهرية في أي موقع باستخدام البرنامج SunBathTool وهناك برامج أخرى كثيرة يمكن استخدامها لتحقيق ذلك وهذه محاضرة أخرى رقم 102 عن ملاحظات حول زوايا نصب للواحي الشمسية وهذه تكبير المحاضرة السابقة برقم 103 ومثل ما ذكرت في المحاضرة السابقة يمكن الاستفادة من محاضر رقم 3 في قناتي إذ تعرض كيفية حساب زوايا الشعاع الشمسي وزوايا نصب الثلت لأي منطقة بشكل رياضي لمن يرغب بإجراء تلك الحسابات بنفسه وهذه محاضرتي القادمة إن شاء الله شكرا لكم ومتمن لكم يوم سايد